كل الشياطين والمرضة التي كانت مصفدة في شهر رمضان في آخر ليلة من رمضان ترجع إلى ما كانت عليه فلذلك عليك بحفظ نفسك وأهلك ومن معك بخمسة أمور بإذن الله سبحانه وتعالى تكون لك حفظ وحماية من الله سبحانه وتعالى الأمر الأول وهو صلاة الفجر وخاصة لرجال جماعة وللنساء يصلين في وقتها فمن صلى فهو في ذمة الله الأمر الثاني دعاء الحرز وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له لو الملك الحمد على كل شيء قدير من أتمره بعد صلاة الفجر تكون لك حرزا من الشيطان الأمر الثالث قراءة آية الكرسي والمعوذات بعد الصلاوات الخمس وعند النوم الأمر الرابع دعاء خروجك من المنزل وهو باسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فيقال لك كفيت وهديت ووقيت الأمر الخامس وهو دعاء نزول المكان في أي مكان تذهب له فتقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات لا يضرك شيء حتى ترتحل بمنزلك الذي كنت فيه هذه خمسة أمور خمسة تحصينات خمسة تعويذات استمر عليها حتى يأتي رمضان الذي بعده لا يضرك بإذن الله لا سحر ولا مس ولا علم ترجمة نانسي قنقر